دا الجزء الثالث من حكاية اشاف واللي هيكون جزء جامل جدا بسبب الاحداث اللي هتحصل في الجزء السابق وقفنا لما في نورا ويوهان خلصوا المهمة بتاعتهم وكانوا بيجهزوا نفسهم عشان يمشوا خلاص ومن منظور اخر بنشوف اشاف وهو واقف في المطبخ وبيعمل الاكل وبيكون غيدو لسه صحية وبتقول له اخلص يا عم عايز اكل وهي بتاكل بتقول له انجز ولقيه للساحرة اللي ببحث عنها فبيقول لها اشاف تعليم الصبر شوية انت على طول مستعجلة وعلى العموم احنا جلنا مهمة مع ساحرة والمهمة جاية في ظرف اسود فاكيد دي مهمة صعبة ومكتوب في الظرف انهم لقوا جسس لاشخاص متقطعة باسلوب وحشي واكيد دا من عمل ساحرة والمهمة دي هتكون صعبة شوية عشان مهمتنا هي التواصل مع الساحرة ونتكلم معاها وده مش هيكون سهل عشان فريق الفرسان تدخله في الموضوع وفريق الفرسان دول عبارة عن محاربين عندهم كوة سحرية جبارة وبيموت كل الساحرات الشريرة بس عندهم نوايا خبيثة مش بتزهل للعمة وهنتعرف على نواياهم الخبيثة دي بعد شوية وكمان فريق الفرسان دا عنده عداوة مع منظمة الرانين السحري اللي اشافه غيده شغالين فيها فعشان كده المهمة هتكون صعبة بسبب فريق الفرسان وبسبب انهم لازم يتواصلوا مع الساحرة وبيكون فريق الفرسان قام باخلاء نصف المدينة وعمل حاجز يمنع دخول او خروج اي شيء عشان الساحرة متهربش ويعرفوا يمسكوها وبيكونوا اشاف وغيده روحوا عند المدينة ولما بيجوا يدخلوا المدينة بيكونوا في حراس درجة اولى تبع فريق الفرسان وبيقولوا لأشاف ان المنطقة دي محظورة وممنوع الدخول فأشاف بيعمل نفسه عبيته وبيقولوا ليه ما ينفعش ندخل فبيقولوا الحارس ان فيه ساحرة خطيرة في المدينة هنا فأشاف بيقولوا بس جدتي عايشة في المدينة هنا وانا عارف ان نصف المدينة فيها سكان لحد دلوقتي فكنت عايز ادخل عشان اطمن على جدتي عشان هي عايشة لوحدها فبيقولوا الحارس ممكن ادخلك المدينة بس ممنوع تقربوا من الجزء اللي موجود فيه الحاجز السحري وكمان لازم نعمل شوية اجراءات قبل الدخول اول حاجة عايز اشوف هويتك وكمان عايز اشوف ايه اللي بداخل التابوت ده فبيستخدم اشاف الخاتم بتاعه عشان يظهر الهوية للحارس فبيقولوا الحارس انت مستعمل سحر وشكلك من المدينة هنا وكمان مفيش اي حاجة مشبوهة في البطاقة بتاعتك ننتقل للاجراء الثاني وريني ايه اللي بداخل التابوت عشان اسمحلك بالدخول فبيمشي اشاف ايده على التابوت وبتظهر علامة كده والعلامة دي بيكون رخصة من القلعة البيضاء والقلعة البيضاء دي بيكون لها السلطة على جميع الصحراء زي المحكمة الدولية المهم بيقول اشاف للحارس ان التابوت ده معاه رخصة من القلعة البيضاء فبيقولوا الحارس طلامة معاك رخصة تفضل بالدخول وبيطلب الحارس من زميله يدخل معاهم لحد لما يخلصوا ويخرجهم وما بين ما هم ماشيين ومعاهم الحارس اشاف وغيده بيقفوا فجأة في مكانهم فبيقولهم الحارس هو انتم مش عارفين الطريق فاشاف بيقول لغيده مش عايزك تقتليه وفجأة بتهجم غيده على الحارس وبتضربه وبكده هم دخلوا المدينة وبيروحوا عند الحاجز السحري ومن منظور اخر بنشوف القصر اللي قاعد فيه فريق الفرسان واللي بيكون القائد بتاعهم اسمه كوغت وبيتقول له المساعدة بتاعته ان كل المحاولات فشلت ومش عارفين نمسك الساحرة وقول لي لما نحدد مكانها بتهرب لمكان غيره فبيقول كوغت للفرسان حوله ثاني ولما تعرفوا مكانها انا هروح وقتلها بنفسي وبيكون فيه مرسل من القلعة البيضاء وبيقول المرسل للقائد بس مهمتك هي انك تمسكها مش تقتلها ودي اوامر من القلعة البيضاء وماينفعش تعمل عكس كده والمرسل ده القلعة البيضاء ارسالته عشان يقدم ليهم معلومات وكمان عشان لما يمسكوا الساحرة ياخدها للرؤساء في القلعة البيضاء بنرجع بقى عند اشاف وبيشرح اشاف لغيده انه قصر الفرسان ده قوي جدا ومعمول من قوة سحرية عالية ومحدش يقدر يلمسه وكمان الحاجز ده قوي جدا ومستحيل حد يدخل منه بس مافيش حاجة مستحيلة عندي انا اقدر افتح جزء من الحاجز عشان نمر منه وندخل عند الساحرة وما بين ما اشاف بيفتح الحاجز بيشوفوا انه فيه معركة قوية بتحصل جوه وهي ان الساحرة كانت بتواجه الفرسان وبتستخدم قوتها السحرية في الصيوف وبتموت الفرسان بيها بس دول مش الفرسان بجد دول بيكونوا نسخة منهم والفرسان الاصليين هما اللي بتحكموا فيهم المهم بيقولهم القائد بعثوا نسخ تاني واعرفوا مكانها قبل ما تهرب لمكان بعيد وفجأ بيقول احد الفرسان للقائد ان فيه حاجة بتهجم عليهم من غير ما يشوفوها وبنشوف ان غيدو دخلت وقتلت نسخ الفرسان وبعدها هجمت على الساحرة وكان اشاف بيحضر تعويزة وبيقول لغيدو شغليها لأكبر فترة والساحرة بتبعت غيدو عنها وبعدها بتضرب 3 سيوف عليها بس غيدو بتمسك السيوف بكل قوتها وما بينما الساحرة مركزة مع غيدو بيجي اشاف من وراها وبمجرد لما بيلمسها بيحتاجزها بداخل كورة سحرية وهي دي التعويزة اللي كان بيحضرها فبتقول له غيدو انت متأكد ان هي دي الساحرة اللي ببحث عنها فبيقول لها اشاف معتقدش ان هي لان الرسمة اللي تحت عينيها بتدل انها من سلالة السيوف والسلالة دي مش قوية كفاية عشان تقدر تعمل لعنة زي بتاعتك وبنشوف القائد وهو بيسأل المرسل وبيقول له انا عايز اعرف الساحرة دي بتنتمي لاني سلالة عشان ابقى عارف ايه هي القوة اللي بواجهها فبيقول له المرسل الساحرة دي من سلالة السيوف والسلالة دي بيكون ضعيفة ولكن اللي يميز الساحرة دي حاجة واحدة وهي انها بتملك سيف الشيطان والسيف ده قادر على تدمير العالم لو استخدمته صح والسيف ده بيكون اسمه اشغان فاول لما بيعرف القائد المعلومات دي بيقول للفريق بتاعه يحضره نفسهم عشان هيهجوم على الساحرة بكل قوتهم وبيطلب القائد من المساعد بتاعه انه يرائب المرسل عشان شكله غريب نرجع عند اشاف واللي بتكون الساحرة دمرت التعويزة وتحررت وقامت باستدعاء سيف الشيطان الاشغان واللي بيخلي اشاف اول لما بيشوفه بيتصدم وبيهرب هو وغيده وكان اشاف بيستخدم الغربان بتاعته عشان يضيع شوية وقت لان التعويزة اللي استخدمها استهلكت كل قوته فبيتقول له غيده هو السيف ده قوي قوي كده فبيقول لها اشاف قوي لدرجة هائلة لدرجة انه ممكن يخرج عن سيطرة الساحرة نفسها فبيتقول له غيده يعني قوي اكتر مني فبيقول لها معرفش بس متشوق عرف مين الاقوى فيكم وبتكون الساحرة لقيتهم وغيده كانت لسه هتهجم عليها فبيمسكها اشاف وبيقول للساحرة كفاية عنف احنا جايين عشان نتكلم معاك فبيتقول له عايز تتكلم معايا بعد ما هجمته علي فبيقول لها اشاف انا بعتزل ليك بس ما كانش فيه طريقة تانية عشان اتواصل معاك انا عارف انك مش واثقة فينا بس انا عايز اخبيك في مكان امن عن فريق الفرسان انا مش عدو ليكي انا جاي ازاعدك على الهروب بس الساحرة بتكون سكتة ومش بترد عليه وفاجأة بيتكلم السيف وبيقول للساحرة ديهم السقة شكلهم صدقين فبيستغرب اشاف ان السيف بيتكلم والساحرة بترفض تسك فيهم برضو فبيقول لها اشاف طالما مش واثقة فينا ليه مش بتهجم علينا انا قدامك اهو موتيني لو مش واثقة فيه فبيقول له الساحرة رجع مكانك ومتقربش اكتر من كده فبيقول لها اشاف كنت متأكد انك مش انت اللي قتلت الجسس اللي تم العصور عليها اكيد ده حد غيرك اللي عمل كده والتهمة توجهت ليكي فعشان كده انا عايز اساعدك عشان تهربي وما بين ما هم وقفين بيجوا عندهم عدد كبير من فريق الفرسان فبيعمل اشاف درع عشان يحمي نفسه هو وغيده وبيكون الساحرة بتصد الضربات بتاعتهم بالعافية فبيقول لها اشاف تعالي معانا انا هقدر احميكي والسيف بيقول للساحرة روح معاهم مش هتقداري تنجل وحدك بس الساحرة بتقرر تهرب وتفضل لوحدها وبتقول لهم شكرا ليكم بس انا مش عايزة مساعدة فبيطلب اشاف من غيده تروح وراها وبيقول لها فتكر ان دي مش الساحرة اللي انت بتبحسي عنها فركزي في المهمة بتاعتنا وهي حماية الساحرة دي فبيقول له غيده انا عارفة عامل ايه كويس وبتمشي عشان تلحق الساحرة وما بينما الساحرة بتهرب بتحس ببرودة في المكان وده بسبب ان القائد كوغت جالها بنفسه وبيقول لها مش هتقداري تهربي مني تاني واللعبة خلصت خلاص وبتكون غيده جات عندهم وبتقول للقائد انت جايب نفسك ومش عامل نسخة زي باقي الفرسان كده لما قتلك هتموت بجد بس غيده ما تعرفش انها بتواجه واحد من اقوى الفرسان في العالم لانه بيملك قوة عنصر الجليد وكانت عايزة تهكم عليها عشان تلمسه وتفق اللعنة بتاعتها لان زي ما قلنا قبل كده النهبه مجرد لما بتلمس ساحر اللعنة بتزول بشكل مؤقت وبيكون اقوى من الاول بس اشاف بيتكلم معاها من خلال الغربان وبيقول لها توقفي يزبري شوية مش عايزين نضيع اخر كارت لينا والكارت هو فك اللعنة انا عايزك دلوقتي تشغل القائد لحد لما الساحرة تهرب ومن الاتجاه الاخر بيكون اشاف بيواجه فريق الفرسان وبتقول غيده للساحرة هرب انتي وانا هشغله شوية فبتقول لها الساحرة ماشي وبتهرب فبيشوف القائد السيف على ظهر الساحرة وكان لسه هيهجم عليه عشان ياخده منها بس بتهجم غيده عليه ولكن بيدربها قبل ما تلمسه وبتقوم غيده تاني وبتحاول تضربه بس بيصد الضربة وبيجمد جسمها كله معادة راسها وبيقول لها انا مش فضيلك دلوقتي هتعامل معاك بعدين وبعدها بيجمدها بالكامل وما بينما الساحرة بتهرب بيظهر قدامها قتلة جليدية ضخمة جدا وبينزل القائد القتلة الجليدية دي على الساحرة عشان يوقفها ولكن الساحرة بتكون لسه عيشة وحصل لها اصابة بسيطة بس السيف بتاعها بيكون وقع منها فبتدور عليه ولما بتلاقيه كانت لسه رايحة عشان تاخده فبيجي القائد قغت وبياخد هو السيف وبيقول كويس ان امنت على سلاح خطير زي ده قبل ما تعملي بيه حاجة فبتضرب الساحرة عليه بالسيوف ولكن بيصدها بكل سهولة وبتقول الساحرة في سرها انا عارف ان مش هقدر اهزمه بس لازم اخد السيف منه وفجأة بيترمي على القائد عمود نور وبتقوم غيده عليه وبتضربه فبتيجي مساعدة القائد واللي بيكون اسمها اللويل وكانت هتاخد السيف فبتمسكه غيده عشان تشده منها وبيقوم القائد وبيضرب على غيده بس برضو مش عايزة تسيب السيف وبتقول لهم غيده انا مش فارق معي السيف ده بس طالما انتوا عايزينه انا مش هخليكوا تاخدوه وبتشد غيده السيف وبترميه بعيد جدا فبتجري الساحرة عشان تروح تاخد السيف وقبل ما توصل عنده بيجوا فرسان وبياخدوه فبتهجم عليهم غيده وبتاخد السيف تاني وبتقول للساحرة تعالي وراي عشان نقابل اشاف وما بين ما هم بيهربوا بيكون القائد كوغة عمل عاصفة كبيرة من الجليد وشكله كده هيجمد المدينة كلها فبتستخدم الساحرة تعويز عشان تطير بيها وبتاخد غيده معاها وفجأة بيظهر قدامهم وحش عملاق من الجليد وبيضربهم وبيوقعهم ومش بيقدروا يتحركوا من قوة الضربة وبييجي القائد وبيجمد السيف وبيطلب من لايل انها تحط الساحرة وغيده في درع عشان ما يقدروش يتحركوا وكأنهم مربوطين والدرع ده كمان بيبتل قوتهم السحرية يعني مش هيقدروا يعملوا حاجة وبيتقول لايل للقائد كده ناقص شخص تاني معاهم وعلى حسب التقرير انه ماهر جدا فبييجي اشاف عندهم وبيقول لها انا ماهر ده من زوقك يا حلوة وبيقول اشاف للقائد انا هبقى في مشكلة لو مخدتش الساحرة وغيده معايا فبيعمل القائد جدار عالي وبيقول للمساعدة بتاعته خدي السيف والاتنين دول القصر وانا هتعامل معايا لوحدي فبتطلب المساعدة من الفرسان اللي موجودين هما اللي ياخدوهم عشان هي هتفضل هنا وتساعد القائد وبعدها بيجمد القائد نص جسم اشاف فبيقول له اشاف انا كنت عايز اتكلم معاك اصلا انت مش شايف ان موضوع الساحرة ده غريب يعني انتوا لقيتوا ست جسس لضحايا مختلفة وكان فيهم اثار طعن بالسيف بس الساحرة لو عايزة تاتل حد فعلا عندها طرق سحرية كتير تاتل بيها ومحدش هيعرف اكيد مش هتروح تاتل الاشخاص دول بالسيف فقط بس طبعا الناس دلوقتي عندهم خوف من جميع الساحرات واي حد ساعتحصل هيرموا الزنب على اقرب ساحرة موجودة وانا عارف ان الساحرة دي عايشة في المدينة هنا من سنين وكانوا اهل المدينة بيحبوها وعايشين في سلام ومن منظور اخر بنشوف الفرسان رجعوا للقصر بتاعهم ومعاهم السيف وفجأة الجليد اللي على السيف بيتكسر وبيبدأ السيف يستخدم قوته في الطمع وهو انه بيخلي اي حد يشوفه يطمع فيه والناس تموت بعض عشان تاخده وفعلا بيبدأوا الفرسان يقتله في بعض عشان ياخدوا السيف لنفسهم وبيكون نقيب القائد جاه وبيقول لهم ايه اللي بيحصل هنا فبيجي المرسل اللي من القلعة البيضاء وبيقول لهم شكل الموضوع خرج من ايديكم انا هتصرف وبيكون المرسل ده بيتحكم في مجموعة من الفرسان وبيخليهم يموت الفرسان اللي تبع القائد فبتستخبى الساحرة منه لان ده مش بيكون مرسل من القلعة البيضاء ده بينتمي المجموعة اسمها الجلدين والمجموعة دي بتقتل جميع السحرات وبتعذبهم سواء كانوا سحرات شريرة او طيبين وهو اللي عمل جرائم القتل دي واتهم الساحرة ان هي السبب عشان عايز ياخد منها سيف الشيطان ويحكم العالم وبيسيطر كمان على نائب القائد عشان الكل يكون تحت سيطرته وبيكون قوته كبيرة جدا لدرجة ان السيف مش بيقدر يسيطر عليه وبنشوف اشافه وبيتكلم مع القائد وبيقوله ان مجموعة الجلدين هم اللي ورا كل ده فبيقوله القائد مستحيل المجموعة دي انتهت من زمان وفجأة بيتعن القائد بقوة نارية في ظهره واللي عملت كده هي المساعدة بتاعته لويل واللي بيكون خانت فريق الفرسان وانضمت للجلدين وهي بتمتلك قوة النار وبتحرق بيها القائد عشان تموته وبعدها بتطلع مسدس وبتضرب على اشاف وبنشوف ان اشاف راسه انحنت تفتكروا انه مات فعلا وبتقول لويل للقائد وداعا وبتزيد قوة النار بنرجع بقى عند الساحرة وهي مستخبية وبتقول لازم اخد السيف وهرب من هنا قبل ما يموتوني وغيدو كانت بتحاول تضرب الفرسان فالنقيب بيخرج قوته وبيمسك غيدو وكان الجلد ده كان لسه هيسيطر على غيدو هي كمان فبتدخل الساحرة وبتقوله سيبها انت عايزنا انا مش هي وبعدها بيتكلم السيف وبيقول للساحرة سحابيني لو عايزة تعيشي انا املك الوحيد فبتقول الساحرة انا لازم اخد السيف واهرب من هنا عشان لو وقع في ايد الشخص ده ممكن يحرر قوة السيف الكاملة ويدمر بيها العالم وبتكرر انها تحمل عالم من قوة السيف حتى لو هتضحي بنفسها وفجأة غيدو بتكسر الدرع بطريقة عجيبة وبتجري عند الساحرة وبضربة واحدة بتكسر الدرع بتاعها هي كمان وبتاخدها عشان تهرب من هنا وبتاخد السيف من الفرسان كمان بس النائب بيمسك الساحرة من رجليها والساحرة ما كانتش عارفة تستخدم كوتها عشان لسه متحررة من الدرع وبيشد النائب الساحرة من غيدو وغيدو بتطير وبتقع من الشباك وبتقول الساحرة الغيدو هراب انتي واحمي السيف عشان ما يقعش في ايديهم فبتقول لها غيدو لازم اخدك معايا اشاف طلب مني كده فبتقول لها الساحرة يبقى انقذين بعدين بعد ما تخب السيف في مكان امن وبتقع غيدو من شباك قصر الفرسان وبيجي الجلادة عند الساحرة وبيحط ايدو على وشها عشان يسيطر عليها وبيقول لها وقت اللعب خلص خلاص وبتصرخ الساحرة وبتخلص الحلقة على كده فيطر غيدو هتقدر تنكز الساحرة وتحمي السيف ده من الجلادين ولا السيف هيقع في ايديهم ويدمروا العالم وهل اشاف مات لما تضرب بالمسدس ولا عامل نفسه ميت تستكمل الاحداث في الجزء الرابع